موعد رابع الإخباري مشاهدين الكرام أهلا بكم خدمة المواطن تتصدر جميع الأولويات في مختلف القطاعات هذا ما أكدته مخرجات مجلس الوزراء من خلال جملة الأوامر والتعليمات التي أسدها سيد رئيس الجمهورية والتي من شأنها مرافقة الاستثمار في المورد البشري واعتماد آليات المراقبة وتسقف أسعار المنتجات في موسمها إلى جانب ضبط الاستراد وترقية الصناعة السينماتورفية أياده بنبرة حازمة من السيد الرئيس الذي عبر عن استيائه من تراخف عزيمة العمل لدى البعض آمرا بالتحرك السريع والاستفاقة العاجلة جاء ذلك كدعوة واضحة لاستعادة الديناميكية والفاعلية في العمل مشيرا إلى أن مصلحة المواطن يجب أن تكون في قلب كل جهد حكومية أثناء النقاشات تم التركيز بشكل كبير على مسألة ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار حيث وجه السيد الرئيس تعليماته بضرورة تكثيف الرقابة على المنتجات الأساسية مثل الأغذية والسلع الفلاحية والأدوية مؤكدا أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار باتت أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها كما طالب بمراجعة شاملة لأليات تسويق المنتجات الوطنية مع إمكانية تحديد سقف للأسعار إذا دعت الضرورة في خطوة تعكس الالتزام بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق فيما يخص الاستيراد كانت رؤية السيد الرئيس واضحة في تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد مشددا على ضرورة دعم الصناعات الوطنية وتقليل التبعية للأسواق الخارجية لكن دون إغلاق كامل لباب الاستيراد مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق المواد الأولية التي تعتبر حيوية للصناعات المحلية وعلى الصحيد العلمي تم التطرق إلى أهمية الاستثمار في الطلبة المتميزين حيث أقر مجلس الوزراء سلسلة من التدابير الخاصة بمنحة الطلبة والأساتذة الباحثين في القطب العلمي والتكنولوجي بسيد عبد الله وفي عرض آخر قدم خلال الاجتماع أزدى السيد الرئيس الذي يبده اهتماما كبيرا بالتراث الثقافي والتاريخ الوطني أوامر لإنجاز عمل سينمائي ضخم عن حياة الأمير عبد القادر موجها بإطلاق مناقصة دولية لهذا المشروع مع التأكيد على ضرورة أن يعكس العمل السينمائي البعد العالمي لشخصية الأمير مشيرا إلى أهمية تسويق الإرث التاريخي للجزائر على الصعيد الدولي تنفيذا لأحكام القانون 23-17 المؤرخ في نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية لا سيما فيما تعلق بإمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل تنهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى علم أصحاب المشاريع الاستثمارية المهتمين بهذا الإجراء عن بداية معالجة الطلبات ذات الصلة للإشارة فإن أحكام المادة 17 من القانوني ذاته تنص على أن الامتياز يحول إلى تنازل من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال وهذه الأحكام تطبق أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون إلى ذلك فإن الامتياز يحول إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسددة كما أن تحويل الامتياز إلى تنازل يكرس بموجب عقد تعده مصالح أملك الدولة المختصة إقليميا بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفي هذا الصدد تدعو الوكالة الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إدعى طلباتهم على مستوى الشبك الوحيد اللامركزي للوكالة المختص إقليميا مصحوبة بالوثائق الثبوتية اللازمة كما تشير الوكالة إلى أن الامتيازات التي تخص الأراضي التابعة للأملكة الخاصة للدولة والمواجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة غير معنية بهذا الإجراء كونها تخضع لأحكام قانونية خاصة وفقا لتقرير الخبرة النهائية الصادر عن اللجنة التقنية المكونة من خبراء وتقنيين من الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء المفدة من طرف وزير السكن والعمران والمدينة إلى حي 770 مسكنا بولاية بشارة قررت مصالح وزارة السكن رفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة وهذا بهدف محاسبتهم قانونيا على التعديلات غير القانونية التي أجروها حيث وقفت اللجنة التقنية على وجود تقطعات في بعض الأعمدة الداعمة للمبنى بما في ذلك الحديد الصلب المكون لها وهذا باستخدام آلة حادة مخصصة لقطع الخرسان والحديد ما يؤكد قيام أصحاب المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي وتسببت في انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق بتاريخ الثامن عشر أكتوبر الجري حادثة انهيار البناية التي تم إخلاقها أو إخلاؤها مسبقا تؤكد أهمية الالتزام بالقوانين التي تنص على المنع التام للمساس بهيكل العمارات والأجزاء المشتركة لها ضمانا لسلامة الأرواح والممتلكات يضيف بيان وزارة السكن شرك وزير تربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد عن طريق التحاضر عن بعد في الاجتماعي التاسع لمجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتمييز في التعليم المجلس سيدرس عرض مشاريع وأنشطة المركز المقترحة لسنة الفين وخمسة وعشرين كما ناقش مشروع التقييم الإقليمي لتحصيل الطلبة في الدول العربية انطلقت اليوم دورة تكوينية لفائدة طلبة المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص الدورة أشرف على انطلاقها وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بالعاصمة بتقنية التحاضر عن بعد بعنوان السنة التكوينية الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين عبر سلسلة محاضرات هي الأولى من نوعها على مدار العام يؤطرها مشايخ وإطارات الوزارة وأساتذة في علوم الفقه والدين وزير شؤون الدينية وفي كلمة دعاء الطلبة لاستغلال هذه الدورات والارتقاء بالخطاب الديني في المساجد خدمة للأمة والمجتمع لاسيما في عصرنا الذي تنتشر فيه الآثار السلبية للعولمة والآثات الاجتماعية من خلال هذه الندوات عبر التحاضر عن بعد سنوجه طلبتنا المنتسبين إلى المدارس التكوين والمعاهد الوطنية بتوجهات تجعل الخطاب الديني في المسجد راقيا تجعله ضمن المرجعية الدينية الوطنية يخدم الوسطية والاعتدال التي ورثناها عن آبائنا ومن دون شك بأن الإمام يشكل محورا أساس في المجتمع الجزائري وترعاه الدولة في التكوين وفي مجالات أخرى إن شاء الله وترقيات التي أطلقناها منذ أيام ستساهم أيضا من رفع مستوى التكويني لدى طلبتنا والمنتسبين إلى قطاع الشؤون الديني والأوقاف قصد تبدل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال البورصة تبحث اليوم المدير العام لبرصة الجزائر مع نظره تونسي لقاء سمح بالتعرف على العديد من النشاطات خصوصا ما تعلق بوسطاء البورصة فرصة أننا بش نطوروا أسواقنا مجالة التطوير مش تكون كبيرة مش تكون في التكنولوجيا مش تكون في دراج العديد من الشركات مش تكون يمكن أيضا في وضع شركات بين الوسطة بالبرصة متع البلدين وأيضا عمليات التقييم والإدراج وطرق اللي باش نجلبوا بيها مستثمرين جدد تونس ولا في الجزائر برصة تونس الآن فيها ما يسمى برأس مال البورصة حوالي 8 مليار دولار 70 شركة أو أكثر من 70 شركة مدرجة على مستوى البورصة 20 واسيط إذن لهم خبرة في هذا المجال وحبنا أن نتعلم ونتبادل الخبرات للوصول إلى حلول تسمح بإعطاء ديناميكية جديدة للبورصة في سياق المبادرات التضامنية انطلقت اليوم بمقر مديرية الإدارة العامة للأمن الوطني حملة للتبرع بالدم بإشراف مديرية الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم الحملة ستدوم على مدار ثلاثة أيام تأتي هذه المبادرة ذات الطابع الإنساني نبيل التي أصبحت تقليدية لدى المديرية العامة للأمن الوطني من منطلق حرس ورؤية تدسيد قيم التضامن الإنساني والمسؤولية وتعزيز التعاون الجواري من مختلف فئات المجتمع الحملة التبرعية بالدم تمكننا من تزويد مراكز حق الدم التي يحتاجها العديد من المردانة وكما تعلمون هذا البيتال لا يوجد هذا البيتال لا يوجد هذا البيتال القصف المدفعي أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين بشارع أحمد ياسين في مدينة غزة كما تركز القصف على المناطق الشمالية من القطاع التي تتعرض منذ أسابيع لعملية إبادة جماعية وتدمير شبه كلي لمساكن المدنيين ومراكز لجوئهم حيث كشفت وكالة الأنروا أن 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا شمالي غزة خلال الأيام القليلة الماضية وفي لبنان استهدف الطيران الحربي الصهيوني محيط مطار بيروت الدولي وعدة مناطق مجاورة له كما استهدف عمارات سكنية في الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ومناطق ببلدات كفرة وياتر جنوبي البلاد لترتفع بذلك حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2464 شهيدا و11530 جريح هذه الأخبار وأخرى تأتيكم على راسسها اشتركوا في القناة